الرئيس السيسي النهاردة استقبل أنتونيو تعياني نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي طبعاً تم خلال هذا اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي زيادة التبادل التجاري ما بين البلدين التأكيد على أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الانتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك وتم استغلال أو فضلاً عن استغلال الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة فيما يتعلق بقى بالأوضاع الدولية والإقليمية عشان كنت بقولك في نفس السياق اللقاء بالطبيعة تطرق لتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني وتم التوافق على الخطورة البالغة للموقف الراهن وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة ما بين الطرفين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء كان واضحاً جداً في أن مصر بتبذل كافة المساعي وبتكثف كل الاتصالات لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه وشدد على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة فخامة الرئيس حذر أيضاً من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً لهذا النزاع الجاري الآن وأن هناك أهمية قصوى للدور الأوروبي والدولي في دعم مصار التهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات وعليه كل اللي نقدر نقوله في حاجة زي كده يا جماعة يمكن أنا قلت الكلام دا مبارح هناك مقاربة مصرية وتصور مصري واقعي لكل الأمر من قبل اندلاع الحرب الحالية وقبل طفان الأقصى وما إلى ذلك المقاربة قائمة على تفعيل المقررات بتاعة الأمم المتحدة تفعيل مقررات الشرعية الدولية تفعيل القانون الدولي لو صح الكلام تفعيل كل القرارات أنا مش بكلمك على اتفاق أسلو لأنه اتفاق أسلو ذهب إلى حيثما ذهب للأسف الشديد تم إشعال الموقف وحرق اتفاق أسلو الحقيقة من جانب الاحتلال الإسرائيلي من زمان ودي عطرابين كما يحب بعض السياسيين والمحللين أو كما استخدم هذا المصطلح بعض كبار السياسيين والمحللين ودي عطرابين للأسف الشديد تم تسييلها ثم تم صرفها بالكامل ما بقتش موجودة ودي عطرابين هنا هي اتفاق أسلو الوصول للحل النهائي والعادل الحل النهائي والعادل مصر واضح فيه احنا بنتكلم على أراضي فلسطينية هي حدود هذه الدولة قبل 4 يونيو يعني أنه الأدس الشرقية هتبقى عاصمة فلسطين إذن عند الجلوس على مئدة المفاوضات هو ده الأساس مفيش تراجع عنه احنا مش بنتكلم على أنه أعلى أسقف الطموحات ده ده الواقع الواقع اللي مفيش منه مهرب على الإطلاق واقع مفيش منه مهرب عشان تستقر هذه الأراضي هو حل الدولتين إن استقرت أقدر أقولك أنه تقريبا 70-80% من مشاكل منطقتنا المنطقة العربية أو الشرق الأوسط هتتحل ما استقرتش مفيش حاجة هتتحل استقرت اقتصاد المنطقة بالكامل هيتغير هيتغير للأفضل جدا 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 للكل دون استثناء واحد يذكر للكل إذن خلينا كلنا وإحنا بنفكر وإحنا بنشاهد هذا المشهد وإحنا بنتابعه وإحنا بنشوف اللي بيجرى يبقى حطين في دماغنا إنه لا مهرب ولا داعي للابتعاد عن المقاربة المصرية والحل المصري